دلوقتي هنسمع كمان مجموعة من أهل السيناء كمان اللي هم كانت بيوتهم فين وبقت النهاردة فين وهم كانوا فين ورجعوا النهاردة وقفين معنا ما شاء الله وما كانش المشهد اللي قدامكو ده بهذا التواجد ما كنتش تقدر تشوفه من ثلاث سنين ما كانش حد يجرؤ أصلا يتحرك اللي بيتحركه بس عناصر إرهابية لكن مواطن يقدر يتحرك ولكن نو الآن قدامنا وهنتبع معهم ونشوف معهم إيه اللي حصل ما بين لما كانوا وسبوا بيوتهم وبعدين رجعوا وبد Nitro ترجع الحياة الطبيعية ولدولة حريصة عليها البلد بتعمل إيه نهاردة ما عندك هو ما هنا بتعمل تنمية الدولة عندك الزلطة هو الحاجات اللي بتعمل عشان بتعمل تجهيزات وإحنا جايين في مشروعات بتتعمل في رصة بتعمل في مية بتتعمل بتعمل مشروعات هو دا دور الدولة التنمية اللي الاهالة عايزينها هو الاهالة عايزين النهاردة عايز يبقى عنده مية عشان يزرع مية عشان يشرب عايز يبقى كهرباء عايز يبقى عنده يبقى عنده غاز ما يوصله الغاز الغاز النهاردة هيوصل لكل مصر وهيوصل لرفحة جديدة زي ما القائمين بالعمل هناك هيوصله وبالتالي هيوصل هنا فيبقى عندك كمان الغاز يوصل لكل حتة أولا أرخص ولا محتاج بتجاز ولا وجع دماغ ولا طوابير ولا زحمة ولا تسأل ما فيش كلام ده بتدفع كم جنيه في شهر ثلاثة جنيه وأربعة جنيه وأحيانا جنيه غاء هورخيس ما احنا عندنا غاز ما احنا بنصدر غاز النهاردة يبقى أنت كمان بتوصله من الغاز عندك الكهرباء ما أنت بتعمل النهاردة هنا في محطة كهرباء بتتعمل ومحطة تحريف ما هي بتتعمل كمان يبقى هنا الدولة المشروعات هو أنا بواجه إرهاب بس ولا بعمل تنمية لا حضرتك بتعمل اتنين مع بعض كان فيه تفكير زمان طب من واجه الإرهاب بعدين أأجل تخيلوا لو عاد من واجه الإرهاب ومعملناش حاجة إيه اللي كان حصل في البلد تخيلوا طيب الإرهاب ده مستمر في الدنيا كلها وبينتشر في الدنيا كلها وموجود وشغال هتفضل تواجه الإرهاب هتفضل تواجه الإرهاب لكن كمان الناس محتاجة الناس محتاجة النهاردة تبقى عايشة أشوف أسعارها أخبارها إيه أشوف أكلهم أخباروا إيه أشوف تموينهم أخباروا إيه أشوف حاجات كتيرة كل ده بيتعمل مواطن في الآخر بيسألك طب أنا باخد ايه على فكرة أنا قلت من شوية وكررها تاني في ضريبة على كل واحد فينا الضريبة اللي بتتعمل النهاردة على كل واحد فينا لما بلاقي الناس اللي بتواجه وبتدفع التملل ونهار اقول نخلي بالنا احنا اللي بنعمله لا يقارن على الاطلاق باللي قدامنا باللينا عايش النهاردة طول اليوم أنا عارف وعشته بس النهاردة كمان في شمال سيناء الوضع أخطر من مكان آخر رحتنا أماكن كتير وتحركنا أماكن كتير ولكن هنا الوضع مختلف بس النهاردة البلد الآمنة تقدر تقول كده نعم بلد آمنة بفضل ربنا وفضل رجال شغالين ليل ونهار وكمان وانا بحيي كمان أهلي سيناء كتير قوي ولازم يستحقوا هذا الأمر على وقفتهم لبلدهم مش لحد هم وقفين مع بلدهم لأن كلنا مع بعض عشان بلدنا لما نقف كلنا نساعد بلدنا ونساعد جيشنا ونساعد مؤسساتنا واجهزة المعلومات بتاعتنا احنا بنساعد نفسنا هو الوضع لما كان فيه إرهاب هنا هو مين دفع التمن أهلي سيناء أولا وإحنا دفعنا كمان كشعب مصري ومؤسساتنا واجهزتنا دفعت التمن فيبقى لما نتكاتف كلنا عشان نواجه إرهاب وده جزء علينا مش على أهالي سيناء احنا كمان في الإعلام علينا دور اللي بنشتغل وده اللي بنعمله مؤسسات الدنيا عليها دور التعليم عليها دور الثقافة عليها دور كل واحد فينا في مصر عليها دور في مواجهة الإرهاب ما قلش ده مسؤولية الجيش ده كل الشعب المصري عليها هذه المسؤولية محدش يرمي على التاني كل واحد يقوم بالدور بتاعه أنا كمواطن هنا في سيناء عليها دور وعليها مسؤولية لما أنت بتعمله بتعمله هنا للبلدك مش بت أنت الآخر الفارق ما بينك وبينه ايه ما هو مفترض انه ماطن مصري بس انت النهاردة انت عندك قوة وعندك شرف انت لبتساند بلدك وتبقى فخور جدا ورفع رأسك بوق كده ان انت واف مع بلدك طب هو بيستخبي مش كده بيستخبي ولا هو يقدر يظهر ما يقدرش يظهر ده اهله بيستعروا منه ده الناس اللي عنده واحد ارهابي بيأثر عليه وعلى عيلته وعلى رابع جد شوف بيأثر عليه حتى لو في مكان كويس مش هياخده هو كده بيدفعوا التمن اه بيدفع التمن طب اهالي الصيناء كانوا زمان بيدخلوا كلية الشرطة لا كانوا بيدخلوا حربية لا النهاردة موجودين في حربية والشرطة ايوة وفي النيابة ايوة يبقى موجودين لانهم مواطنين مصريين